السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخصائية النفسية ولاء من مدرسة المواهب البريطانية الخاصة أعدت إليكم من جديد لنتحدث عن التعزيز وسأعرض مقابلة صغيرة تشرح التعزيز بطريقة بسيطة طفلي يحتاج دائما للتعزيز ويطلب على كل سلوك يقوم به معزز هل استجابتي له وتقديم المعزز قد يتسبب بضرر؟ لا شك عزيزتي أن التعزيز مهم وضروري للطفل ولا شك أيضا أنك ستستفدين من تعزيزك له لأن السلوك الذي ترغبين به سيظهر في كل فترة لكن عند استمرارك في التعزيز سيفقد الطفل قيمة التعزيز المقدم له وبالتالي سيقل السلوك المرغوب به ما العمل لكي نكون نحن الاثنين مستفيدين بحيث أستفيد أنا من ظهور السلوك ويستفيد هو من التعزيز الطريقة سهلة جدا حاول أن تقدم التعزيز بشكل متقطع وهذا يجنبك ويجنبه الضرر وذلك عن طريق تخديمك للمعزز فهذا ظهور السلوك لعدة مرات مثال وليكن ثلاث مرات ظهر فيه السلوك ثم يقدم المعزز وفي نهاية الحديث أود أن أقول من المهم معرفة الحاجات النفسية لكل مرحلة بحيث يسهل علينا تقبل السلوك الذي يستره الطفل والذي في نفس الوقت قد يزاج الأم شكراً لحوات سيضاء ترجمة نانسي قنقر شكرا